أفضل المشروبات التي أحبها خصوصا في هذا الفصل لأنها تهدئ الأعصاب بشكل رهيب جدا كما أنها تقوي مناعتك ضد نزلات البرد أيضا المفيد والجميل فيها أنها تعمل على سد الشهية عن تناول الحلويات يعني لمن يبحث عن الوقاية من مرض السكر خصوصا ومن الأمراض الأخرى التي تسببها الحلويات والكربوهيدرات فإليك هذا المشروب اشرب كوب واحد فقط قبل الخرود إلى النوم وسوف ترى نتائج رائعة بإذن الله سوف أحتاج إلى نصف ملعقة من بذور الكزبورة التي تعالج وليست فقط للوقاية بل تعالج ارتفاع مرض السكري وتقيكة من نزلات البرد تحدث عنها سابقا سوف أحتاج أيضا إلى نصف ملعقة من بذور الشمر ويمكن وضع الينسون أيضا سوف أضع القليل من الينسون النجمي لكي يعطي الحلاوة اللازمة ولشرب هذا المشروب بدون إضافة سكر وأيضا لديه العديد من الفوائد في تهديئات الأعصاب وعلاج الأرق الليلي وعدم النوم سوف أضيف ملعقة من النبق أو بذور السدر المفيدة جدا جدا وأيضا سوف أضيف القليل فقط من القرفة لتحلية هذا المشروب أكثر سوف أضيف كوب كبير من الماء سوف أغطيه لكي لا تتطاير منه الزيوت والفوائد التي توجد بالأعشاب وبعد ذلك سوف أضعه على نار هادئة قليلا أضفئ النار أتركه حتى يبرد أو حتى يصبح دافئ فقط ثم أقدمه بالصحة والعافية تقوم بتناوله قبل الخلود إلى النوم المهم أن يكون آخر مشروب تشربه في يومك وهو أيضا يعالج ألام المفاصل وألام الظهر الناتجة عن البرد يعني لديه العديد من الفوائد على الجسم المهم كان هذا وفيديو اليوم أي سؤال أو استفسار أتركه في التعليقات وإلى اللقاء